تجسيد البحث العلمية على أرض الواقع كان محور الدورة الأولى للندوة الوطنية للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي إن المنتظر من هذه الندوة يكمن في المقام الأول في ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف كيانات البحث من خلال إبداء الأراء والتوصيات حول كل الموضوعات ذات صلة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ولا سيما إذا علمنا أن السياق العالمي الحالي يفرض علينا اليوم التحليب وطنية اقتصادية وعلمية حقيقية عائلة التعليم العالي والبحث العلمي ثمنت المبادرة كونها فرصة لدراسة وتقييم الإنجازات الخاصة في قطاع البحث العلمي هذا الاجتماع يعتبر خطوة إيجابية من أجل تبادل كما قلنا الأراء وإيجاد الحلول التي سوف تسمح بالتأكيد إلى تطوير البحث العلمي في الجزائر نثمن هذه المبادرة لأننا نريد بحث قطاعي منسج مع القطاعات الاستراتيجية أخرى كالقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية والفواعل الاجتماعية والاقتصادية نظرا لما يحوزه ويمتلكه القطاع من تجهيزات علمية وكذاك من كفاءات علمية على المستوى الوطني وكذلك من أجل دعم نموذج الاقتصادي الجزيد الذي يقوم على بحث على سياسات اقتصادية بديلة خارج خطاع المحروقات الندوة كانت فرصة لعرض تطبيق الجديد ابتكار الموضوع تحت تصرف طلبته والباحثين لتسهيل البحث العلمية وعرض آخر الابتكارات موسيقى موسيقى موسيقى